السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترأس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد مساء أمس عبر تقنية التحاضر المرئي أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية تحذيرا للدخول المدرسي المقبل وحسب بيان للوزارة فقد دعا الوزير مديرو التربية لإعداد وأخذ كل الاحترازات والاحتياطات لضمان دخول مدرسي ناجح خاصة مع استمرار الوضعية الوبائية وتضرر بعض الولايات من الحرائق حيث شدد على ترميم المؤسسات المتضررة مع إعطاء الأولوية للأضرار التي تشكل خطرا مباشرا على صحة التلاميذ كقنوات الغاز وكوابل الكهرباء وكل ما يمكن أن يكون له تعثير سلبي على نفسية التلميذ وأكد الوزير أن ضمان دخول مدرسي واجتماعي ناجح يتوقف على القدرة في التحكم الجيد في التسيير وتكثيف المتابعة الميدانية والعمل على تكاثف الجهود ورص الصفوف والالتفاف حول المصلحة الوطنية ترجمة نانسي قنقر